اشتركوا في القناة الحميري يحتل المركز الثاني بينما في المركز الثالث هنا قدوم منظاري مطر بن عبدالله بشاوي الاكتبي محتل المركز الثالث اما المركز الرابع من الجانب الاخر هناك في هذه اللحظات المركز الخامس انتقل مباشرة الى شاهين يوسف بن عبيد بن خادم الكعبي يحتل المركز الخامس بن دري في المركز السادس ليتقدم مع برق محمد بن سالم بن دري الفلاحي وكذلك سادس المراكز هنا حضور من شاهين صالح بن عبدالله الغفراني المري يأتي على سادس المراكز المركز السابع وصل الغزال بدر بن راشد المزروحي صاحب نقطة في ارضية هذا الميدان يحتل المركز السابع المركز الثامن وصول من الكايد لمحمد بن جزاع بن فهيد الشلاقي للشمري يحتل المركز الثامن المركز التاسع قدوم مشاهدين الكرام من قبل راهي حمد بن علي بالخصم الاكتبي والمركز العاشر يصل في هذه اللحظات ويتقدم ذيب حمود بن سالم بن علي المرمحي في هذه اللحظات يحتل المركز العاشر هكذا هي النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز المتقدمة للمراكز الحاضرة خلف هذه المراكز سيل من الجعدان المهجنات الاصائل في انتظار التعليمات في انتظار المشاركين ولكننا نعود الى المقدمة ما شاء الله المالكي يسيطر مع النحاوي هنا في هذه اللحظات محمد بن سلطان بن سعيد المالكي ولكن هناك الحميري يتقدم سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري ليقدم نجده في هذه المشاركة ليحتل المركز الثاني بحضوره وبيداءه الجميل والصنافي بينما في المركز الثالث المركز الثالث الان يحضر شاهين يوسف بن عبيد بن خادم الكعبي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظات هنا الان على ثالث المراكز بينما في المركز الرابع برق 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 يتواجد لمحمد بن سالم بن دري الفلاحي بينما المركز الخامس يا سلاح شوف القادم القادم ظاري مطر بن عبدالله بشاوي الاكتبي الان محتل المركز الخامس المركز السادس من الجانب الاخر يصل الغفراني ليقدم شاهين صالح بن عبدالله الغفراني المري الان يحتل المركز وين السادس بينما في المركز السابع يحمل الرقم ستة الكايد محمد بن جزاع بن فيد الشمري في هذه اللحظات سابعا المركز الثامن حمد بن علي بن خصم الاكتبي مقدم كذلك اسم اخر في هذه المشاركة بعدما قدم نوادر في اول الانطلاقات المركز التاسع الشبابي التاسع لعلي بن سعيد الحزيمي العويسي والمركز العاشر ها هو يتقدم مجد سعيد بن مهنة بن قرامش المحرمي هذه النتيجة للعشر التاسماء الحاضر المتقدم في لقاء يجمع الجميع في لقاء يجمع المشاركين في انطلاقة هذا الشوت في انطلاقة هذا الشوت هكذا هي النتيجة عودة الى النجد عودة الى التغيير من قبل نجد سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري لازال على قائمة استطلاع هذا الشوت بالمركز الاول بناموسي هذا الشوت يا صلاة بينما في المركز الثاني المركز الثاني من الجانب الاخر شوف تسلل واحتلال من خلال هذه اللحظات ولكن يوسف بن عبيد بن خادم الكعبي برق قادم برق محمد بن سالم بن دري الفلاحي ولكن شوف الحاضر الان الحاضر الحاضر ظهري مطهر بن عمد الله الشاوي الاكتب يحتل المركز الثالث المركز الرابع وصل بن قرامش سعيد بن مهنة بن قرامش المحرمي يقدم مجد ليتقدم الى المركز الرابع المركز الخامس يأتي بالخصم مقدم لنا راهي حمد بن علي بالخصم هل اكتبي هذه السوداسية هذه السوداسية بينما يجوف نسير الى لائحة الاعلان في هذه اللحظات الفمائتين على خط النهاية الله طارت القعادين جوفوا جوفوا لمت قعادين ما شاء الله يا مكثرها يا مكثرها والله انها خطيرة خطيرة والله يبارك الى راعيها الله يبارك الى الهل في انطلاقتها الكل يريد الانتصار الكل يمنى النفس دائما بالمشاركة الفعالة المشاركة المعروفة مشاركة انطلاقات المراكز الأولية ولكن بن مهنة بن مهنة في المركز الأول سعيد بن مهنة يقدم مجد يقدم مجد على المركز الأول بينما في المركز الثاني هناك مياس محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي ولكن وصول ذيب حمود بن سالم المريمحي قادم هنا يتقدم للمركز الثاني 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 بينما هناك راهي حمد بن علي بن خصمة الاكتبي ولكن أهل المسعودي ما شاء الله في المركز الأول سعيد بن مهنة بن قرامش المحرمي بدأ في الانطلاق بدأ في الانطلاق ما شاء الله حرك 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 المجد حرك مجد ينتزع الناموس حتى هذه اللحظة سلالة عريقة اللحظات الأخيرة الكل يلحق الكل يمني نفس بالمركز الأول المركز الثاني هناك الفائز فهد بن ماجد السحيمي القحطاني ولكن راهي قادم حمد بن علي بن خصمة الاكتبي يريد النقطة الثانية يريد النقطة الثانية أهل المسعودي أهل الهير أهل الهير أهل المسعودي مجد يحاول ولكن صامت صامت راهي يحاول راهي يحاول مجد صامت سعيد بن مهنى بن قرامشه المحرمي سلام وتحيا إلى المسعودي إلى المسعودي سلام إلى المسعودي سلام سلام عيناوي سلام على الفوز والانتصار المركز الثاني لحمد بن علي بالخصم الاكتبي المركز الثالث المركز الثالث وصل مياز محمد بن سعيد بن سالم الوهيبي والمركز الرابع وصل عظيب لراشد بن حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي بينهم الخامس المركز الخامس مع الدخول الجماعي كان ضاري في هذه الانطلاق مطر بن عبدالله بشاوي الاكتبي ما شاء الله تبارك الله أداء جميل حملة لنا فيه القعدان المهجنات الأصائل سواء بالأعداد أو بالمشاركة القوية ولكن بن مهنة هنا كان مشاهدين الكرام حاضرا بمجده مع مجد وانطلاق سعيد بن مهنة بن قرامش ألم حرمي وسعد الله صباحك وسلام للمسعودي السلام المركز الثاني سبع دقائق أربعين ثانية جزء واحد من الثانية لحمد بن علي بالخصم الاكتبي حيث كان راهي بانطلاق تواداء الجميل محتل ثاني المراكز بينما المركز الثالث في المركز الثالث مشاهدين الكرام في هذه اللحظات هناك ياتيها مياس محمد بن سعيد بن سالم لهيبي سبع دقائق واحد واربعين ثانية وثلاث جزء من الثانية